النسيج العمراني الاجتماعي لدولة الأمير عبدالقادر ثالثاً مدينة تازا الحلقة الواحدة والخمسون من سلسلة الجوانب الارتصادية والاجتماعية في دولة الأمير عبدالقادر السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو ساتف المصدر ومرجع المعلومات مدينة تازا وطازا تقع بجبل الوانشاريس على بعد 12 تلومات شرط مدينة ثنية الحد شيدها الأمير ما بين السنتين 1838 إلى 1839 ميلادي بين التل والسهول وذائقاً للإستراتيجية المتمثلة في إنهاء قوات العدو وبذله جهوداً للوصول إليها وهي نوع من المدن الطائمة على أنطاظ عمران رديم وقد أشرف على عملية البناد والتشييد فيها الخليفة ابن علال بأمن الأمير عبدالقادر ولما دخل الأمير عبدالقادر تازا وراء تشييدها الذي تم في أطاب ورث ممكن حمد الله وأثنى عليه وطل ارتجالاً الله أعلم أن هذا لم يكن مني على الأمل الطويل دليلاً تل وإن منيتي لطريبة مني وأصبح في التراب جديلاً ورض الإله والمنى ليكن من بعد انتفاع الخلط ثم طويلاً ثم أمر بكتابتي على باب الحسن والجدير بالذات أن المصدر التاريخي الوحيد المطالع عليه والذي انفرد بمعلومة جد هامة في هذا الإطار تخص المبالغ المالية التي أنفت الأمير لتعمل حزن تازا وما أورده باتوني إذ يحدد بهذه العبارة التالية مدينة تازا وتذا طلعتها تلفت الأمير عبدالقادر 400 ألف فرانك فرنسي وتما شاملت العماء العسترية بحزن تازا عدة مباني ذات الطابع العسترية تماشى والظروف الحربية ناذات وتانى في مقدمتها القلعة والمصانع الحربية إضافة إلى المخازن والسجن والإستابل والمخبزة القلعة أولى المباني العسترية التي شيدها الأمير عبدالقادر بتازا ومن بين هم المنشآت به تم بنائها برعاة وإشراف قدور برويلة تانى طول القلعة 40 مترا وعرضها يقدر بـ 15 مترا ويبلغ سمت الصور المحاط بجوانبها 1 مترا وتانى مربعة الشتل ومتونة من طابطين تتخللها فتحات أو شرفات تحيط بها في الآتان الأربعة برات صغيرة مسننة أصوارها مغطاة بطابطة من الجس الجيد وهي مزينة بدرب زينات حديدية ملونة باللون الأخضر وتتخصصت غرفتان بها للأمير إحداؤمتان تستعمل للنوم والثانية للصالات وتما توجد غرفة أخرى وضع بها مقود وتعتم خصصة للمشرف على الخازينة المالية وتحتوي أيضا على غرف عديدة التاسع لحوالي 3000 شخص ويقول بيجو عنها بأنها في زوايا القلعة أبراج وفي وسطها حامية جنود تحيط بها مستودعات ومخازن تقوم على أطبية واسعة وقد أضاف أوزان بأنها محصنة بأربع قطعة مدفعية من عيار ستة وثمانية وثلاث مدافع بدون رقيزة واثنين منها تركاء الفرنسيون في المدية كما نقل إليها الأمير عبدالقادر ثلاث مدافع بدون رقيزة السجن السجن تازم موجود داخل طلعتها على شرصة رديبة ودهاليز استعمل خصيصا للأسر الأوروبيين كان يتولى حراستهم بعض الأهالي من القبائل المتواجدة هناك وفي هذا الشان يضيف لاترو برأيه قائلا إن الأمير كان يحبس أسراء الفرنسيين في تازا تم عزال أوامر بضمان حياته أما عن هونري تشيرتشيل فيقول إن المساجين كانوا يرسلون إلى مراتز معينة ومخصصة لاستقبال الأسرة وقد كانت العادة أن يرسل الرجال إلى تازا وتاردمت أما النساء فقطن بلا استثناء يرسلن إلى الزمالة حيث تعتني بهن وتراقبهن والدة الأمير ويقدم لانا أستورت في مذكراته معلومات تخص الجانب الإحصال للمساجين فيقول إن عدد المساجين الذي يحتفظ بهم الأمير عبدالقادر في تازا وحده حتى يوم 28 جوال 1838 ميلادي يبلغ 185 سجينا أخيذ كلهم في 22 سبتمبر 1839 ميلادي المخازن تتلم فالي عن هذا النوع من المنشأة وذاته في رسالة وجهها بتاريخ 255839 ميلادي إلى الوزاعة الحربية الفرنسية حيث جاء فيها أنشأ الأمير عبدالقادر مجموعة من المخازن خصص البعض منها للضخيرة والبعض الآخر للمؤونة تمضت المائشة الأمري أن الأمير عبدالقادر تد أنشأ بحزن طازة نوعين من المخازن أما النوع الأول فتت خصصت له بنايات مثل مخازن الأسلحة والضخيرة والحديد تانا يتم النقل ما يلزمها من مليان إلى مخازن الجيش في تازا على حد القول غير أننا لا نعلم إن تانا هذا النوع من المخازن في شرس سرديب تحت الأرض ومفورها وأما عن النوع الثاني فتت تمثلت في مخازن القمح التي حفرت لها مطامير وقد أشار إلى يسعدون بقوله إن تازا تضم عددا معتبرا من المطامير العامة ومخازن الدولة الهمة في أهد الأمير عبدالقادر ومن المؤتد أن مخازن الضخيرة والأسلحة تطعنت داخل القلعة الضرورة للحفاظ على هذه الوسائل البالغة الأهمية المطاحن بان الأمير عبدالقادر بتازا طحونة تسير بالماء باعتبار أن موطع تازا الذي اخترأ الأمير عبدالقادر يتوفر عليه منبع مياه غزير يأتي الماء عبر الوادي من جبل موجود شمال شرط المنطرة ويبعد هذا المنبع عن مطحنة الجيل التي أنشأ الأمير عبدالقادر بمئتي خطوة ثم يمر هذا الماء في الماسات عبر طنوات صرف لتزويدها بالمياه الصالحة للشرب وهذا ما جعل السلطان يتزودون بالماء دون عناهم شط وهذا المنبع أيضا هو نفسه الذي يزود الطحونة بالمياه لأداء وظائفها المختلفة وتطع مطحنة الحبوب التي بنها الأمير عبدالقادر بن محيددين في الجهة الغربية أسفل الهضب التي بنيت عليها القلعة وعلى بعد خمسين متلا من المنبع المائي الإسطاب إن الرحالة فايسة الذي زار الموطع تتطرط للإسطاب فيقول يطع الإسطاب في أسفل الهضب التي بنيت عليها القلعة وتحديدا في الجهة الغربية منها وهو طريب من المطحنة التي بناها ابن محيددين وتطعان لهذا الإسطاب طابع هندسة اندليزي استغلاء الأمير عبدالقادر تماول الخيل المخبزة إن المساحة السهلية التي يشغلها الفضاء الخارجي لمنطقة التعزة وتوفر على منابع مائية خاصة تلك الطريبة من الحصن دفع الأمير إلى استغلالها بغرض توظيفها لإنشاء متحنة الحبوب بعدما أدرت أنه إنتاج مادة الطمح تثيرة بأراضيها ويؤتد على هذا الجنرال ديهنات مضيفا إلى ما سبط أن الأمير أنشاء بتازع أفرانا لصنع الخبز ومتحن للطمح اللين ورغم الدورة التي كانت تؤديه المخبزة في الظروف الحربية أثناء المطاومة لما توفره من خدمة في تموين الجيش المرابط والطلعة وباقي الأهالي فإنها لم تلقى اهتماما من المصادر بشطيها العربي والفرنسي تم ابن قائم بذاته العمارة المدنية إن الأمير عبدالقادر رد بان حزن تازع مباشرة بعد تسيسه حوالي ثلاثين مستنا والجدير بالذكر أن التسمية المطلقة على هذا النوع من المباني رد ورد باسم طوخ ويطلق عليه مصو اسم قربي ويضيف وزان بأن مدينة تازع التي تأسست في جوان 1838 ميلادي كانت تضم سنة 1840 ميلادي حوالي ثلاثين مستنا من الخشب وخمسين من الحجر والطوب وغطيت سطوفها بالقصب وتان لها شوارع واسعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد